مجال اكتتابات العملات الرقمية هو واحد من اهم المجالات ونسبة المخاطرة فيه متفاوته وكل ما زادت المخاطرة كل ما زادت الارباح ممكن من اكتتاب واحد انك تحول الف دولار لمية الف وممكن تخسر الالف كلها نحن اليوم ببول ماركت ومن المعروف انه لما يكون السوق صاعد بتتهافت المشاريع لطرح عملاتها للاكتتاب لان هاد اكتر وقت الناس بتكون فيه مستعدة انها تدفع وتخاطر باموالها اصلا شو هو هدف اكتتابات العملات الرقمية بكل بساطة الهدف منه جمع مبلغ محدد من الاموال من المستثمرين او الاشخاص لتطوير المشروع اللي هنه انشغالين عليه مقابل اعطاء هدول الناس او المستثمرين حصة محددة من العملات الخاصة بالمشروع والناس بتحط اموالها بهي الاكتتابات على امل انه هاد المشروع ينجح فبيكون عندهم عملة قوية ممكن سعرها لما يتم ادراجها او لما تنجح يكون اضعاف السعر اللي هم اشتروا فيه وفيه عندنا كتير امتنة ناجحة ممكن انه نذكرها بهذا الفيديو لكنه الضروري لأي شخص مبتدئ يفهم بالضبط كيف بتتم هاي الاكتتابات وشو هي انا بهذا الفيديو رح اشرح لكم الاتي رح احكي لكم الفرق بين الاي سي او والاي اي او والاي دي او واحكي لكم الفرق بين اللانش باد واللانش بول ونحكي عن نسبة المخاطرة بكل نوع من انواع الاكتتابات كما انه بدي اعطيكم امثلة لمنصات بتقدروا تشاركوا من خلالها بهاي الاكتتابات لكن انتبهوا مجال الاكتتابات في مخاطر دائما انا محمد وبقناتي بقدم محتوى تعليمي وتوعوي عن مجال العملات الرقمية باعلى جودة ممكنة ما في اي شي من اللي بقدمه يعتبر نصيحة استثمارية ولا باي شكل من الاشكال عملوا بحثكم الخاص دائما ولا تعتمدوا على كلام اي شخص مما كان يكون هلا ما بدي لكم شو لازم تعملوا عملوا لايك وعملوا اشتراك بالقناة وخلونا نبدأ اول شي خلونا نعرف الفرق بين الاي سي او والاي اي او والاي دي او اول شي خلونا نحكي عن الاي سي او او الانيشيال كوين اوفرينج الطرح الاولي للعملة الاي سي او هي عملية لجمع الاموال من الاشخاص والمتثمرين بشكل مباشر اي انه اصحاب المشروع بيعوا بيع العملات على موقعهم الرسمي ليس من خلال اي منصة سواء كانت مركزية او لا مركزية خلونا نتعرف على ايجابيات وسلبيات هذا النوع من الاكتتابات الايجابيات اولا انه بيكون مفتوح للجميع يعني بيقدر اي شخص يشارك فيه لان الاكتتابات على المنصات بتكون بحاجة لعمليات التوثيق وبالتالي المشاركة بتكون محددة اكتر ما تكون مفتوحة للكل تاني شي تكلفة اقل بالنسبة لاصحاب المشروع وتالت شي بيكون فيه امكانية للحصول على اموال اكتر بكتير من المطلوب لكن الاهم انه نحن نحكي عن السلبيات اول شغلة احتمال فشل الاكتتابات بهي الطريقة بتكون عالية جدا والمخاطر اعلى بكتير لان ممكن ما يتم جمع المبلغ المطلوب ممكن نتعرض لعمليات نصب واحتيال لانه المشاريع الاحتيالية غالبا بتطرح عملاتها بهذا الشكل بالاضافة انه ما فيه اي جهة مسؤولة عن الاكتتاب وما فيه اي اطر تنظيمية فهذا النوع من الاكتتابات فينا نقول انه هو high risk high reward ممكن تربح 10 اضعاف او 100 ضعف بكل سهولة في حال كان الاكتتاب ناجح ممكن تخسر كل شي حطيته وفيه عندنا مثال عن هذا الاكتتاب لعملة اسمها سات اكس تابع على منصة اسمها ساتوشي ديكس تم الاشارة لهذا الاكتتاب على موقع بيتكوين دوت كوم ولفت انتباهي انه في كتير من الشباب المؤثرين العرب عم يحكوا عنه لهيك انا قررت انشارك فيه قدر هذا المشروع يجمع اكتر من 5 مليون دولار لما اشار الى موقع بيتكوين دوت كوم ومثل ما انا شايفين حاليا قدر يوصل لاكتر من 7 مليون دولار فكرة المشروع بكل بساطة هي منصة تداول لا مركزي على شبكة البيتكوين وهذا اول مشروع من نوعه لان كل المنصات اللا مركزية موجودة على الاثريوم والشبكات التانية في حال نجح هذا الاكتتاب ممكن يحقق رقم كتير كبير لكن متل ما انا شايفين عملية الاكتتاب عم تتم على موقعهم الرسمي ما في اي منصة او جهة ممكن تحمينا في حال صار اي مشكلة لهذا السبب هذا الاكتتاب يعتبر خطير جدا وهو مثال عن اكتتابات الاي سي او وانا شخصيا راح شارك بهذا الاكتتاب بمبلغ 300 دولار وهي ما لها نصيحة استثمارية لتروحوا انتو تشاركوا فيه انا عندي استعداد اخسر هات المبلغ وطريقة المشاركة بهي الاكتتابات بسيطة جدا تلونا على المثال اللي حكيت لكم عنه مندخل على موقع ساتوشي ديكس ومنعمل ربط للمحفظة الخاصة فينا انا ربطت محفظة بيتجيت ومتل ما لكم شايفين عندي بالمحفظة 350 USDT بالاضافة انه عندي 22 دولار بي ام بي هادول بستخدمهم لدفع الرسوم بعدين راح اختار شبكة باينان سمارت تشين ورح حدد العملة الي هي اليو اس دي تي واخترت الكمية 300 دولار متل ما لكم شايفين وسعر العملة بهي الجولة هو 0.012 دولار والسعر الجاي بعد 3 يام راح يكون 0.016 فانا راح اضغط على كلمة شراء وبنتظر شوي لتم المعاملة وبتابع الخطوات متل ما لكم شايفين قدامكم وهلا صار عندي 23790 عملة واذا دخلنا على سجل العمليات بيطلع عنا تأكيد لهي المعاملة ومتل ما لكم شايفين عدد العملات 10 مليار عملة والمخصصين للبيع حنان 30% هاد الاكتتاب شو راح يصير فيه الله اعلم انا راح اعطيكم خبر بالايام الجاية شو بيصير معي بهاد الاكتتاب وهلا بدي احكي لكم عن شو معنى الاي اي اي او او الانيشيال اكس اتشينج اوفرينج الطرح الاولي للعملة على المنصات المركزية هي نفس فكرة الاي سي او لكن طرح العملة للاكتتاب بيكون من خلال المنصات المركزية وهم فيه عندنا جوانب ايجابية اكتر طبعا ونسبة الامان اعلى بكتير لكن العوائد طبعا بتكون اقل لان اي مشروع بينطرح على الاكتتاب على المنصات بكلف اصحاب المشاريع اكتر كما انه بتم تدقيق ومراجعة المشروع من قبل خبراء المنصات كما انه العملة اللي بتم الاكتتاب عليها على هاي المنصات بتم ادراجها فورا لما ينتهي الاكتتاب فانت فيك تبيع العملات مباشرة في نوعين الاكتتابات على المنصات المركزية اللانش بول واللانش باد والفرق بينهم بكل بساطة انه من خلال اللانش بول انت بتعمل ايداع او ستيكينج لعملة غالبا بتكون العملة الخاصة بالمنصة مثل اكتتابات بايننز الاخيرة اللي حكيتلكم عنها وممكن كمان ببعض الحالات تعمل ايداع للدولار على حسب المنصة هاي الاموال اللي بتعملها ايداع بتكون لفترة زمنية محددة كما انه بيكون فيه كمية محددة من العملات مخصصة للتوزيع للناس اللي بتعمل هذا الايداع وهي الكمية بتكون مخصصة كل يوم فكل ما زاد مبلغ ايداعك وكل ما خليت اموالك لمدة اطول كل ما رح تربح اكتر لكن بسبب وجود مستخدمين كتير على المنصات المركزية فمنلاقي دائما انه فيه مليارات عم يتم ايداعها والارباح عم تكون رمزية لكنها ما فيها اي مخاطرة في حالك تتبت بالدولار لكن في حالك تتبت بعملة المنصة فممكن سعر العملة ينزل بعد نهاية الاكتتاب وتتعرض لخسارة من فرق السعر اللي بصير الا اذا كنت انت اساسا مستثمر بعملة المنصة فهون انت ما رح تتعرض لأي خسارة وفيه عندنا لانشبول حاليا قائم بمنصة بيتكت على عملة زي كي رح يتم توزيع 200 ألف عملة للناس اللي عم تكتتب 100 ألف للناس اللي بتعمل ايداع بعملة المنصة اللي هي البي جي بي و100 ألف عملة للناس اللي عم تكتتب باقي اقل من يومين لنهاية هاد الاكتتاب في حال كان عندك مبلغ يو اس دي تي بنصحك تحطه وتجرب لان هون ما فيه اي خسارة وفيك تسحب عملاتك باي وقت انت بتدكية وهلأ خليني اشرح لكم اللانشبود اللانشبود بيفرع عن اللانشبول اللانشبود بمر بعدة مراحل بالبداية بتم تخصيص عدد معين من العملات للاكتتاب وبتم تحديد سعر لهي العملة لكن اكيد مرح يقدر اي شخص يشارك ويشتري باي مبلغ لان فيه حيطان ممكن يشتري العملات كلها والهدف من الاكتتاب هو نشر العملة لأكبر عدد من الاشخاص لتنمية وتكبير مجتمع العملة فبيصير عنا بالبداية مرحلة اسمها السنابشوت بمرحلة السنابشوت بناء على عدد العملات اللي هي عملات المنصة اللي انت بتمتلكها واليو اس دي تي على حسب طبعا نظام المنصة وسياستها ممكن تتأهل الخطوة اللي بعدها يلي هي خطوة المشاركة على حسب العدد يلي معك بالبداية بيكون في شي اسمه تيكيتس او تذاكر من خلال هاي التذاكر بيكون مخصص اليك كمية محددة بتقدر تشتريها من العملة واحيانا هاي التذاكر بتم توزيعها بالقرعة لان بيكون العدد المشاركة كبير جدا وفي حال فزيت بتقدر تشتري الكمية المحددة اليك وهكذا وارباح اللانشباد بتكون اكبر من ارباح اللانشبول فبتمنى يكون الفرق صار واضح بالنسبة لكم بين اللانشباد واللانشبود واخيرا بدي اشرح لكم عن او الانيشيل ديكس اوفرينج او الطرح الاولى للعملات على المنصات اللا مركزية اللي هي indecentralized exchange نفس فكرة الطرح على المنصات القنبلنا. لكن هون بتم الطرح الاولى على المنصات اللا مركزية في عنا عدة منصات مشهورة للطرح العملات بهاي الطريقة مثل موقع بولكا Stark وموقع سيدي فاي وغيرهم وفي عنا موقع بيجمع لنا كل مواقع الاكتتابات رح أترك لكم الرابط الخاص فيه بالوسط فيكم تشوفوا أداء هاي المنصات وتتابعوا لكتير من الاكتتابات ونضعم المشاركة بهي الاكتتابات رح أشرح لكم ياه بكل بساطة ورح أخذ مثال هون موقع بولكا ستارتر بالبداية بتحتاج لك تسجل بقائمة اسمه اللاوليست أو شيء اسمه قائمة السماح بالمشاركة في حال تم قبولك للمشاركة بالاكتتاب لازم يكون معك شيء اسمه بولس باور وهدول بتحصل عليهم من خلال إما أنك تحتفظ بعملات بولس على محفظتك لمدة 7 أيام أو أنك تعمل ستيكينج للعملات لمدة 7 أيام وكل ما زادت العملات بتزيد فرصك بالتأهل للاكتتاب أقل مبلغ للمشاركة هو 250 عملة ونفس الكلام بينطبع على منصة سيدي فاي لازم تعمل ستيكينج لعملتهم وممكن أشرح لكم هدول المنصات بفيديو مستقل لكن أنا هون بدي وضح لكم بس فكرة هاي الاكتتابات وكيف بتتم الاكتتابات بها طريقة متوسطة الخطورة بين الاي اي او والاي سي او عموما المخاطر موجودة دائما وهذا الشيء لازم تحطوه ببالكم بهذا المجال بيهمني كتير مصلحتكم وأنكم تعملوا شيء أنتوا فهمانين مخاطره قبل إيجابياته ومحاسنه هلأ صار عندكم فكرة شاملة عن أنواع الاكتتابات الخاصة بالعملات الرقمية بتمنى أنكم تكونوا استفدتم من هذا الفيديو وشكرا كتير لكم ولمتابعتكم وإذا كان عندكم أي سؤال أنا كتير رحكون سعيد أن أجاوبكم فحطوه لي بالتعليقات بشككم بالفيديوهات القادمة إن شاء الله وإلى اللقاء